إن الله تعالى جعل لكل إنسان عمراً واحداً من عمر هذا الزمن الدنيوي وأبهم عنه مقدار نصيبه من هذه الحياة الموقوتة ولهذا يظل المسلم اليقظ دائماً انتباه حاضر الاستعداد لملاقات أجله واستفاء عمره على هذه الدنيا فيما ينفعه حين رجوعه إلى ربه هذا الحس الساهر يبعده عن سنة الغفلة ونعاس الفتور والقعود عن التهيء إلى يوم المعاد فيكون عند ذلك من المسارعين على الصراط المستقيم فإذا بقي هذا الشعور حياً ساق صاحبه إلى حسن الخاتمة إخوة المستمعين إن الحديث عن الخاتمة حديث تشرب إليه الأعناق وتقف له القلوب الحية لأنه حديث عن النهاية وحديث عن المرحلة الأخيرة من سفر الدنيا وحديث عن الحال التي سيقابل بها كل إنسان ربه فهي الصفحة الأخيرة من دفتر الحياة وعليها ختم السعادة أو الشقاوة فلأجلها بقيت سبل الخير آهلة بالعاملين وظل المؤمن قريباً من ربه يتقرب إليه ويتضرع بين يديه ولأجلها شمر المشمرون وجد العابدون ولأجلها حلق المؤمنون في آفاق العمر على جناحي الخوف والرجاء يرجون رحمة الله وفضله ويخافون عقوبته وتحويل القلوب عنه فكم ذرفت لها من دموع وهجرت جنوب النوم واللذائذ والهجوع كان سفيان الثوري رحمه الله يبكي فيشفق عليه أهله وقالوا أتبكي الذنوب فقال الذنوب أهون علي من هذه وأشار إلى تبنة بيده إنما أخاف سؤال خاتمة قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب نارهم فيها خالدون أعزاء المستمعين إن الناظر إلى حال بعض الناس لا يرى الغفلة المطبقة عن الاهتمام بالخاتمة الحسنة فهناك لهو ولعب وتضيع وهجران لأعمال الآخرة مع جد ونصب وحرص على أعمال الدنيا وملهياتها والمستقبل الذي يفكرون به بلوغ الأمان والأمان الدنيوية فحسب أو كما قال القائل إنما الدنيا طعام وهيام ومدام فإذا فاتك هذا فعل الدنيا السلام ولهذا تأتي خاتمة الغافلين لتكشف عن سجل حياتهم وتلخص رحلة عمرهم وتبدل الناس ما يشغل بالهم ويسيطر على تفكيرهم وتعلن عن أعظم اهتماماتهم في مسيرة عمرهم فهذا يختم كتاب عمره بمعصية ليبعث عليها يوم القيامة وذاك ينهي عمره بالحديث عما شغله في الدنيا عن الآخرة من مال أو جاه أو عقار أو نحو ذلك والآخر يودع الحياة والأحياء صامتا لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله ويستطيع قول غيرها من الكلام فشتانا بين هؤلاء وبين المستعدين للآخرة طوال حياتهم فإذا جاءهم الموت ختم لهم بخير فمن ميت يموت على عمل صالح ومن يقول الشهادة عند الاحتضار وتكون آخر كلامه من الدنيا ومن يجيئه الموت على إثر طاعة أنجزها فتكون آخر عهده من الدنيا مات أبو ثعلبة الخشني ومجاهد بن جبر وهما ساجدان لله تعالى وعبد الرحمن بن أبانا بن عثمان يخرج من بيته إلى المسجد فيصل الضحى وتقبض روحه في المسجد ويحيى بن عمار يموت وهو يفسر صورة القيامة وأبو زرعة المحدث يفارق الدنيا وهو يسرد سند حديث وعبد الحميد كشك الذي أحب يوم الجمعة اغتسل في آخر جمعة له في الدنيا وتطيبا وتهيأ للذهاب إلى المسجد فصلى ركعتين وفي الركعة الثانية قبضت روحه رحمة الله عليهم أجمعين قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أعزاء المستمعين إن الصالحين من عباد الله ينظرون إلى الخاتمة بعين الاهتمام والاعتناء خشيتا أن يتخبطهم الشيطان في أعقاب أيامهم وقبيل غروب شمس حياتهم فيظلون عاملين خائفين فالقلوب بيد علام الغيوب يقلبها كيف يشاء والنفوس أمارة بالسوء تتربص بالإنسان دوائر الشر وفتن الشبهات والشهوات كثيرة تقف على كل طريق والنجون قليل والهالكون كثر عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ فتلامعاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أعزاء المستمعين إنما يخشى أهل الإيمان عمل الخاتمة لأنه من مات على شيء بعث عليه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد والحاكم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وإنما الأعمال بالخواتيم قال ابن رجب رحمه الله أي صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أعزاء المستمعين من أراد حسن الخاتمة وطي آخر صفحة من صحيفة العمر ليلقى ربه سعيدا فليكن صافي العقيدة خالص النية صالح القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن أراد حسن الخاتمة فليداوم على الأعمال الصالحة وليقلع عن الأعمال السيئة فإن جاءه الموت أتاه على خير حال وانتقل إلى ربه أحسن انتقال قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ والمعنى داوموا على الإسلام حتى الموت تقبض عليه ومن الأعمال الصلوات الخمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة ومعنى ذلك أن من حافظ على صلاتي الفجر والعصر فهو لبقية الصلوات أحفظ ومن حافظ على الصلوات كلها رزق حسن الخاتمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ومن أراد حسن الخاتمة فليكثر من الدعاء بالثبات على دين الله والدعاء بحسن الخاتمة مثل قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كان عامر بن ثابت ابن عبد الله بن الزبير إذا صلى رفع يديه قائلا اللهم أسألك الميتة الحسنة فقال أبناؤه وما هي الميتة الحسنة قال أن يتوفاني وأنا ساجد فقام وصلى فقبض الله روحه وهو ساجد رحمه الله إخوة المستمعين هناك الكثير من المسلمين يرجون حسن الخاتمة ويدعون بذلك ولكن كيف يرجو حسن الخاتمة من هو منهمك في الخطايا بل ويجاهر بها ويدعو إليها إن الاستمرار على الذنوب والإدمان عليها يحول بين المسلم وبين حسن الخاتمة فالمعصية قد تخون صاحبها وتحضره في أحلك الظروف وأشد المواقف ولا أضر على العبد من حضورها حين مغادرة الحياة الدنيا إلى الآخرة ولا يعني هذا أن الإنسان يصبح من المعصومين من الذنب إنما المراد أن يجاهد نفسه عن قربانه فإذا وقع فليسارع بالتوبة النصوح التوبة التي يعزم فيها على أن لا يعود مرة أخرى وكيف يرجو حسن الخاتمة من طال أمله وساء عمله وهو يمني نفسه بالعمل الصالح والأوبة إلى الله من العمل السيء عندما يشيب أو يترك الوظيفة أو يتزوج أو يرجع إلى وطنه فمن يضمن للإنسان أن يصل إلى هذه الأمان فإن المنية كثيرا ما تسبق الأمنية والتسويف وطول الأمل يفسد على المسلم دينه في الحاضر والمستقبل وكيف يرجو حسن الخاتمة أعزاء المستمعين من يتكل على رحمة الله دون أن يعمل ويقول الله غفور رحيم وينسى أن عذابه هو العذاب الأليم وينسى كذلك أن رحمته لا ينالها إلا أهل طاعته كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون قال بعض الصالحين رجاؤك من لا تطيعه من الخذلان والحمق وكيف يرجو حسن الخاتمة من لا يحب الصلاح والصالحين وإنما يحب الفساد والمفسدين لأن أحباب الإنسان قد يأتون حبيبهم عند الموت فأصدقاء الطاعة يذكرونه بالآخرة وبكلمة التوحيد وبساعة رحمة الله تعالى وبأعماله الصالحة التي كان يعملها لعله يعظم رجاؤه بها ويدعون له بالتثبيت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف جنوبي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف أما أصدقاء معصية فإن حضروا عند رفيقهم فإنما يذكرونه بالدنيا وبمعصية الله تعالى ولا ينفعونه بل قد يضرونه في هذا الموقف العصيب عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وهذا الحديث متفق عليه نسأل الله حسن الخاتمة وحسن المنقلب وكرم نزل الرب الكريم أعزاء المستمعين إن من العلامات التي تدل على حسن الختام أن يقول الإنسان عند موته لا إله إلا الله فإذا نطق بها بنفسه أو سمعها من الحاضرين فقالها ومات عليها ولو طال الوقت من قولها حتى خرجت الروح فقد حسنت قاتمته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهذه الكلمة أعزاء المستمعين لا تحضروا على ثم الإنسان وعقله في ذلك الموقف الرهيب إلا إذا كان يعمل بها في حياته فإذا كان بعيدا عنها فلن يستطيع أن يقولها كما قال ذلك الرجل المحتضر حينما قيل له قل إله إلا الله فقال إنه يستطيع أن يقول كل كلمة إلا هذه الكلمة والسبب أنه لم يعش لأجلها وعلينا أن نعي هذه الحكمة من عاش لشيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وثبت اللهم على دينك قلوبنا وعلى صراطك أقدامنا واختم بالصالحات أعمالنا يا سميع الدعاء إلى هنا ينتهي اللقاء بكم أيها الإخوة الكرام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم